العربيات اللي انخفضت رجعت ترتفع تاني بسبب الجمارك ودلوقتي في لغبطة في سوق العربيات يعني الناس ملاحقتش تفرح بالانخفاض اللي حصل ده الكلام اللي تقال خلال الساعات الأخيرة بخصوص أسعار العربيات لأ ومش بس كده دي الغرف التجارية كشفت عن مفاجأة بخصوص نوع معين من العربيات بس لو عايز تعرف ايه اللي هيحصل في أسعار العربيات الفترة اللي جاية وايه النوع اللي تكلموا عنه ويبقى تابعني لآخر الفيديو وأنا هقول لك كل التفاصيل أسعار العربيات كانت شغلة بالناس كتير قوي الفترة اللي فاتت خصوصا بعد الانخفاض الكبير اللي حصل في أسعارها لأول مرة بس واضح كده إن الانخفاض ما تطبقش على كل العربيات يعني زي ما تقول كده في شوية لغبطة في السوق بعد تحرير سعر الصرف ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل علشان كده الغرف التجارية طلعت وضحت بالضبط ايه اللي حصل في سوق العربيات الفترة اللي فاتت ومصير الأسعار هيكون ايه الفترة اللي جاية لكن يا ترهي قالت ايه؟ علاء السبع عضو الشعب العام للسيارات باتحاد الغرف التجارية قال إن أسعار السيارات انخفضت بنسبة 30% خلال الفترة اللي فاتت بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء لـ 50 جنيه وأقل كمان وقال إن انخفاض سعر الدولار من 70 جنيه لـ 47.5 مع تحرير سعر الصرف أدى لانخفاض أسعار السيارات بنسبة 25% أو 26% بس الانخفاض ده ما تطبقش على كل العربيات بسبب زيادة سعر الدولار الجمركي على العربيات الأوروبية بين 10% و12% من سعر السيارة وبكده ارتفاع سعر الدولار الجمركي من 31 جنيه لـ 47.5 جنيه يعني العربيات الأوروبية تراجعت بنسبة 18% مقارنة على سعر ليها في نهاية 3 يناير 2024 وقال كمان إن العربيات الأوروبية اللي بمحرك ساعة 2000 سي سي اتأثرت بشكل خاص بتغيرات سعر الدولار الجمركي لكنها بتغضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% ورسم جدول 15% ورسم تنمية 5% علشان كده انخفاض سعرها بسبب انخفاض سعر الدولار بنسبة 30% تم تعويضه بارتفاع الرسوم الجمركية يعني ببساطة العربيات اللي انخفضت ارتفعت تاني في الجمارك وحسب خالد سعد الأمين العام لربطة مصنع السيارات قال إن الأسعار داخل السوق المحل المصري للسيارات بعد عيد الفطر المبارك هتشهد حالة من الاستقرار النسبي الفترة اللي جاية وقال إن الفترة اللي فاتت كان فيه تخفيضات في الأسعار بسبب اختفاء ظاهرة الأوفر برايز ودي كانت في الأسواق بعد سبات أسعار الصرف علشان كده أصحاب المعارض والشركات والأشخاص اللي رفعوا في أسعارهم قبل كده بيحاولوا دلوقتي يخفضوا الأسعار بس عموماً الفترة اللي جاية هيكون فيه ثبات في الأسعار واستقرار نسبي لحد ما تظهر رؤية جديدة وحبوس أي انخفاض في قيمة العملة وتوافر الدولار في البنوك للشركات المستوردة للسيارات اللي هي كاملة الصنع في الخارج لأن البنوك مش بيتمول غير للشركات المصنعة محلياً مش المستوردة علشان كده سوء المحل المصري للسيارات هيشهد ارتفاع في نسب مبيعات السيارات المصنعة محلياً على حساب السيارات المستوردة بشكل كامل خلال الفترة اللي جاية ودلوقتي قولنا إيه رأيك فأسعار العربيات بعد الانخفاض وبعد الارتفاع تاني اشتركوا في القناة